الإعلام الفاسد هو سر انهيار الأندية والمنتخبات والمدربين واللاعبين والحكام والبرامج والمواقع والقنوات والصفحات نترك الإعلام المتنوع ونذهب إلى الميول الصارخة في الصحافة الرياضية ونبدأ بالأهرام ولا أقول صحيفة الأهرام لأن بها من الزملاء الأفاضل أغلبية وإنما أقول القسم الرياضية في صحيفة الأخبار الذي كان كل الاتهامات العام الماضي ظلما وبهتانا إلى الحكم الدولي فهيم عمر بعد مباراة الأهل وحرس الحدود والصورة لا تكذب لأنه لم ينظر أحمد فتحي كما يقولون وابتسم فقط لأحمد فتحي الذي اعترض عليه بشدة واكتشف الجميع سريعا كذب للدعاء من القسم الرياضي في الأهرام وأن اعتراض أحمد فتحي على فهيم عمر في مباراة حرس الحدود عقب فعلا بالإنذار اليوم لم تكتب رياضة الأهرام ولو كلمة واحدة ضد الحكم سمير عثمان بسبب تقاعسه في إنذار لاعب الإسماعيل المعتردين ولم تكتب كلمة واحدة ضد لاعب الإسماعيل المعتردين كالوحوش الأطرف أنها لم تكتب أساسا أن لاعب الإسماعيل اعترضه أساسا ومعنا على الشاشة ما كتب اليوم في الأهرام كتب وبالحرف الواحد طالب لاعب الإسماعيل باحتساب ضربة جزاء في الدقيقة تسعين جراء لمست يد أحد لاعب المقصة للكرة بيده داخل منطقة الثمنتاشر لكن الحكم سمير عثمان اعتبرها غير مقصودة واحتسبها ضربة ركنية ولن تسفر دقائق الوقت الضائع عن جديد هذا ما جاء في الأهرام اليوم لا كلمة على الإطلاق عن الاعتراض هل تذكرون ما كتبته رياضة الأهرام قبل يومين عن ركلة جزاء شيكبالة في مباراة المقاول العرب يوم تجاهلت كل الحقائق المتعلقة بمخالفات شيكبالة قبل ركلة الجزاء ثم بتمثيل شيكبالة ثم باعتراضات لاعب المقاول رياضة الأهرام تنشر ما تريده وليس ما ترى تنشر ما يخدم ميولة أصحابها والنادي الذي يحبونه وما يضر النادي المنافس رياضة الأهرام لا ترى إلا أخطاء لاعب الأهلي فقط ضد الحكام رياضة الأهرام التي لاحقت لاعب الأهلي المشهور بخلقه الكريم محمد بركات لاحقته ظلما لعدة أيام متتالية في صفحتها الأولى كما ترون وفي صفحات الرياضة على حدث لم يرتكبه أبداً في مباراة ضد الزمالك وحاولت أثقى العقوبة عليه دون وكحق هي نفس رياضة الأهرام التي لا تتحدث أبداً اليوم عن اعتراضات فضيعة من لاعب الإسماعيلي على سامير عثمان رغم وضوحها وتوفيقها وانتظروا معي انتظروا معي إذا اعترض لاعب من الأهلي لاحقاً انتظروا معي ماذا ستكتب الأهرام وتمتع بما ستكتب الأهرام كنت أتمنى أن تنأى الصحافة المكتوبة بنفسها عن التردي في هاوية التعصب لكن الميولة الشخصية للكثيرين من الصحفيين تؤثر على كتاباتهم وآرائهم وتقضي على حيادهم ولا يخفي اليوم على أحد أن أنصار الزمالك المتشددين من الصحفيين امتلكوا ناصية الأقسام الرياضية في كل الصحف الكبرى الأهرام والأخبار والمصر اليوم والمساء والجمهورية والدستور والتحرير والأهرام المسائي سبحان الله والأهلي ليس طرفاً في القضية ومجلس إدارته مترهل في حلقتنا الليلة أيضاً العد العكسي لأولمبياد لندن 2012 واختياراتنا الأفضل مئة مباراة في تاريخ كرة القدم